الكثيرون خلال الحراك راهنوا على عدم قدرة الحراك في أن يستمر بشكل سلمي في أن يستمر بشكل حضاري كما شاهدناه ولكن وعلى الرغم من ذلك وعلى مدار أشهر الحراك تواصل ولم تسل قطرة دم واحدة وذلك بفضل حرص الجيش الجزائري على ذلك كيف تسنى ذلك في الوقت الذي كانت تمر فيه الجزائر بظروف عصيبة بظروف مشحونة وكان الراهن الإقليمي والعالمي يعني يضغط على الجزائر بشكل كبير دون ربع متغيرة أخفاتها التي يمكن أن تستخدم لتفسير هذا المسار الأول هو ما عشناه في العشاء السوداء من مآسي وألام وجروح والدموع بقيت لدى ذاكرة الجمعية الجزائرية والثاني هو ما يراه الجزائري في مجالنا العربي من اندثار للدول ليبيا والسوريا ولكن أيضا من انهيار الأوضاع الاجتماعي بفعلها تغيرات غير السلمية والثلاثة وهي مهمة جدا وهذا الانطباع بأن هناك مخطط عالمي يهدف لتفكيك الدول المنطقة خاصة المنطقة العربية وهذا ما جعله الإحساس بضرورة العودة للمنطلق السياسي الأول للجزائري والولاء المطلق لدولته والنقطة الرابعة هو هذه الصدقية المقاربة مقاربة الجيش الوطن الشعبي في مرافقة الحراك وحمايته وفي تبني خيارات قائمة للدستور ولكن أيضا مقاربة تدرجية أقلانية قائمة على إعمال مدى 27 و8 وأظن أنه بعد ثلاث سنوات من بدايته وبعد السنتين وبعد أسابيع من الوصول لبداية مصاري بإعادة بناء النظام السياسي الجزائري يمكن نقول بأن هذا الحراك وهذه النتائج قد غيرت كثير من الصور النمطية ترجمة نانسي قنقر